وفي ذات السياق أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أكد أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في مملكة البحرين هي قمة النماء والارتقاء نحو مزيد من الترابط والتكامل نعم عبدالله الزياني أشر أيضا إلى أن القمة تشكل لبنة جديدة تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسباتها ومضاعفة إنجازاتها أوضح الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني في حوار صحفي أن انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أرض مملكة البحرين تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة وما تشده من تطورات وتحديات تحتاج إلى تشاور المستمر وتبادل الرؤى والأفكار وأشار إلى أن جدول أعمال القمة سيكون حافلا بالعديد من الموضوعات والملفات منها ما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك في جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية وصراعات الدائرة فيها وأوضح الزياني أن العمل الخليجي المشترك متواصل ولا يتوقف بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التي تؤكد على ضرورة تكثيف العمل وتسخير الطاقات لتعزيز جهود التكامل والترابط الوثيق بين دول المجلس في مختلف المجالات وتحقيق المزيد من المكاسب للمواطن الخليجي وشدد الأمين العام على أن دول مجلس التعاون تعتبر أمنها واستقرارها وحدة واحدة وأن ما يمس أمن إحدى الدول يمس جميع الدول مؤكدا أن التعاون والتنسيق الأمنية والعسكري بين دول المجلس يأتي في مقدمة الأولويات وأضاف أن التعاون والتنسيق الاقتصادي يأتي أيضا ضمن الأولويات الهامة حيث أن هيئة الشؤون الاقتصادية وتنموية تهدف الوصول إلى الوحدة الخليجية مؤكدا أن دول الخليج تدعم أي تعاون مع الدول المتجة للنفط يهدف إلى استقرار السوق النفطية والحفاظ على الأسعار لمصلحة الدول المتجة والمستهلكة على حد سواء